أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله اعتزازه بالجهود الوطنية المخلصة التي واصل بذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما حققته من نجاح مميز وتقدم إيجابي في تصديه لجائحة كورونا والسيطرة عليها معربا جلالته عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق والعملين في الصفوف الأمامية من الأطقم الطبية والصحية والتمريضية والفرق المنساندة على جهودهم الناجحة ودورهم الفاعل خلال مراسم إحياء ذكرى عاشراء والذي أسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين كما شاد حفظه الله بجهود كافة المؤسسات والأجهزة المعنية على رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية والرؤساء المعاتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين شاكرا لهم على حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم وعلى مواقفهم المسؤولة باتباع وتطبيق التعليمات الوقائية والخطط الاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في مواجهة هذه الجائحة وتوجه جلالته كذلك بالشكر إلى العلماء والمشايخ الأفاضل على ما بدلوهم من جهد والمتمثل في حفظ النفس وتجنيبها للمخاطر والضرر وهو ما وفقنا بفضل من الله باليسر والسلامة والأطمانان منوه أن جلالته بما أبداه الجميع خلال أحياء ذكرى عاشراء من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع وتعاملهم مع تحديات هذه المرحلة وأكد حضرة صاحب الجلالة أيده الله أن ما تميز به موسم عاشراء لهذا العام من إجراءات حذرة ومنضبطة وما أحيط بهذه المناسبة من عناية واهتمام لإحياء جوهرها بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها ومكانتها له نابع من خصوصيتنا البحرينية بنسيجها الاجتماعي المتماسك والمتعايش بسلام وانسجام والتي ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية ومركزا حاضنا لقيم ديننا الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويمة مضيفا رعاه الله أن البحرين باحتضانها وتوفيرها وحمايتها للحريات الدينية بشعائرها المختلفة تعبر تعبيرا صادقا عن رحابة مجتمعنا وقدرة بلادنا على التعايش المتحضر في ماضيها وحاضرها والتي ستبقى بعون الله وحتى إخاء ومنارة سلام لأهلها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة المعطاءة بالخير سائلا جلالتها المولى عز وجل أن يتقبل منها صالح عمالنا وأن يوفقنا لخدمة ديننا وتوحيد صفوفنا ورفعة شاننا وأن يعيد علينا مواسم الطاعات والعبادات بالأمن والأمان والصحة والعافية وأن يعجل برفع هذا الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع